السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسيرنا اليوم هيكون عن رؤية الديك في المنام اولا تفسير رؤية الديك في المنام العزباء الديك في منام العزباء يضل على الزواج والنجاح في حياتها وتختلف الرؤية باختلاف لون الديك فالديك الابيض والاحمر صالح وجيد في منام الفتاة العزباء والديك الاسود غير محمود في المنام العزباء فإن رأت فتاة ديك أحمر أو أبيض دل ذلك على سعادتها وتحفيق أحلامها كما يدل على زواجها من الرجل يحبها أما إن رأت في منامها ديك أسود فهذا يدل على تعصر في حياتها وقد تتزوج بشخص لا تحبه تفسير حلم الديك الملون الديك الملون في المنام يدل على الصراء والغنى وقد يدل في المنام على الدين والخلق الحصن وكذلك حسن الهيئة ويدل الديك في المنام على الرجل على زوال عقل الحكيم لكن ليس لديه الجراءة في الكلام أمام الناس وفي بعض التفاسير يدل الديك الملون على السلطة والقيادة الحكيمة تفسير حلم الديك المسبوح الديك في المنام يدل على الحبس والقيد لأن الطيور الديجنة مثل الدجاج تحبس في المنزل تفسير رؤية الديك الرومي في المنام للعزباء الديك الرومي في المنام للعزباء يدل على الصراء وشراء الديك وإهداءه يدل على الخير الكسي والرزق والديك السمين أفضل من الديك الهزيل الديك الرومي في المنام للعزباء يدل على الزواج من رجل سري تفسير حلم الديك الميت في المنام ورد تفسيرات عديدة في رؤية الديك في هذا من التفسيرات ان الديك يتصف بالقوة والجمال والرؤى لكنه تحت حكم غيره ليس له سلطة مطلقة كما يقد يفسر لؤية الديك في المنام ان الرجل صاحب السلطة الجميل وربما على رجل الدين والمؤزن وكده يكون حقيقتنا النهاردة خلصت لو عاجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة